السلام عليكم جميعاً ماكم مهندس علي من قناة شرح الهندسي وبهذا الفيديو سوف أعطيكم كيف تغير زيت المحرك في سيارتك طبعاً هذا الفيديو مخصص الممتدئين اللي بعمرهم لم تغير زيت المحرك من قبل فأكيد هذا الفيديو سيكون مفصل فإن شاء الله بعد ما تحضر هذا الفيديو ستتمكن من تغير زيت المحرك في سيارتك بنفسك في كثير فوائد أن تغير زيت السيارة بنفسك أولها أنك ستوفرها حالك فلوس ثاني شغلة ستكون متأكد من نوعية الزيت ونوعية الفلتر أنها أصلية وممتازة ومناسبة لسيارتك لأنه للأسف في بعض الورشات لا تستخدم أفضل أنواع الزيت ولا أفضل أنواع الفلاتر وهم الشغلة أنك ستعمل على السيارة بإيدك وستكون متأكد من الأشياء اللي حطيتها بالسيارة وستحس تشعور رائع إن شاء الله بعد ما تخلص من غير الزيت وفي حال أنه غيرت زيت سيارتك من قبل وبحب تشاركنا في نصائحك يريد تتركها في التعليقات في الأسفل والآن دعنا نلقى نظر على الأدوات التي ستحتاجها لنغير زيت المحرك أكيد أول شيء ستحتاجه وهو الزيت وعشان تعرف سعة الزيت باللتر المناسب لسيارتك تقدر تشوف دليل المستخدم الذي يأتي مع السيارة وإذا لم يوجد عندك تقدر تعمل جوجل سير سريع بالنوع السيارتك وصنط الصنع وتكتب بعدها Oil Capacity وتأكد أن سعة الزيت باللتر تشمل سعة الزيت اللي بيمتصها الفلتر وبالنسبة لنوع الزيت وعياره هذا بعتمد على كثير عوامل منها كيفية قيادتك للسيارة والظروف الجوية وقوانين بلدك قريبا إن شاء الله راح عمل فيديو شرح مفصل عن الزيوت بس نصيحتي إلك في هذا الفيديو أنك تختار زيت بتوصفي وكالة السيارة مثل ما نعمل ثانية شغلة راح تحتاجها هي الكفوف لأنه زيت القديم مضر بالصحة ثالث شغلة فلتر الزيت وبنصحك تستخدم الفلتر الأصلي رابعا هو منظف المحرك هاي خطوة زيادة ما في داعي تعملها إذا بتلتزم بغيار الزيت الدوري والمحرك من الداخل النظيف للأسف الزيت الموجود حاليا في هاي السيارة محروق ووسخ والأزاء الداخلية للمحرك متسخة فلازم أعمل Oil Flush يعني تنظيف كامل للمحرك تقدر تشوف نظافة الأزاء الداخلية للمحرك من غطاء الزيت بس تفتحه ولون وريحة الزيت من الدب ستك أو مقياس الزيت خامسا راح تحتاج عدة أو مفاتيح عشان تفك فيها الدرين بلغ واللي هي بالعربي السدادة تبعة الزيت وأنا لهاي السيارة راح أحتاج سوكت قياسها 13 ميلي متر للسدادة وعشان أفك الفلتر راح أحتاج سوكت قياسها 27 ميلي متر ويمكن سيارتك تحتاج أداة غير لفك الفلتر مثل المربط وسادسا راح تحتاج ووشر أو حلقة بتركب على سداد الزيت طبعا هاي للأسف كثير ناس ما بغيروها وهذا بسبب إلهم تهريب زيت مع الوقت وعشان ترفع السيارة بإمكانك تستخدم جاك وجاك ستاند أو رامبس وبدأك أويل كاتش بان عشان ينزل فيها الزيت القديم كل الأدوات والزيوت راح أحط لها رابط بالدسكريبشن تبع الفيديو عشان إذا نقص عندك أي شيء بتقدر تلاقيه بسهولة وزي دائما إذا عندك سؤال أكتبك تعليق وأكيد راح أرد عليك وخليك معي لأخر الفيديو عشان تصير خبير بغيار الزيت غيار الزيت لجميع السيارات عبارة عن ثلاث خطوات بكثير بسيطة أول خطوة استخراج الزيت القديم الخطوة الثانية تبديل الفلتر خطوة الثالثة وضع زيت جديد قبل نرفع السيارة عشان نستخرج الزيت حط منظف المحرك في مكان تعبئة الزيت واتبع التعليمات المكتوب على المنظف كمان مرة هاي الخطوة إذا محرك سيارتك بحاجة لتنظيف كامل عشان نستخرج الزيت القديم لازم نرفع السيارة عشان نقدر نفيك سدادة الزيت وطريقة رفعة بانك تحط الجاك تحت السيارة تحت نقاط الرفع المخصصة واذا مش متأكد من نقاط الرفع في سيارتك ارجع لدليل المستخدم ورح تشوف بالضبط وين ترفع سيارتك وضروري قبل ما ترفع السيارة ارفع الهند بريك وحط بارك وبدك تحط قطعة خلف الاطار الخلفي عشان ما تدحل السيارة ممكن تستخدم قطعة خشب او حجر كبديل بعد ما ترفع السيارة حط الجاك ستان تحت السيارة على جزء من الشصي وخلي السيارة ترك عليه مش على جاك الرفع انا ما رح استخدم الجاك لانه الرامس كثير اسهل وامن اكثر وكل ما عليك تعمله انك تحط الرامس قدام الاطارات الامامية وتحرك السيارة لقدام تمام بعد ما رفعنا السيارة لازم افق غطى الزيت وادفع الكاتشبان لتحت السيارة وانزل معها ممكن المنظر تحت يكون مربك ليلك وما تعرف وين سدادت زيت المحرك بس راح علمك كيف تميز بدك تحدد الدرينبان او وعاءة تصريف تبع المحرك وهذا بالعادة بيكون لونه اسود وعليه برغي ممكن يكون في وعاءة تصريف ثاني زي هذا بس هذا ما عليه برغي ومبين انه للجير لانه القير موضوع على التوالي بعد المحرك فهاي السيارة فما بدنا نقرب عليه بعد ما حددت وين سدادت الزيت بدك تفكها بعكس عقارب الساعة وتأكد انه الكاتشبان بتكون تحت السدادة خلي الزيت يتصرف للآخر وانتبع على السدادة يكون عليها الحلقة او الواشر النحاسية اذا ما كانت على السدادة نفسها بتكون ملزقة بعاءة تصريف او نزلت مع الزيت بعد تصريف الزيت بالكامل بدل الحلقة النحاسية القديمة بالجديدة وركب السدادة واتجاه الشد بيكون مع عقارب الساعة لا تشد كثير حتى ما تخرب اصنان السدادة او تنكسر واذا عندك تور كرنش استخدمه والتورك تبع السدادة لهاي السيارة 30 نيوتن متر التور كرنش بالعربي هو مفتاح عزم الدوران وهي اداة تستخدم لتطبيق عزم دوران محدد على اداة تثبيت مثل البرغي او مسمار لولبي هذا التعريف من جوجل فكل برغي او مسمار بالسيارة عندك مصمم يتحمل شد معين او عزم دوران معين السدادة لهاي السيارة لازم تنشد لحديث 30 نيوتن متر وبنعير 30 على المفتاح وبعدها بنشد السدادة لحديث ما نسمع صوت كليك او نقر اذا ما كان عندك تور كرنش شدها بالمفتاح العادي لحد ما تصير محكمة الخطوة الثانية اللي هي الفلتر في بعض السيارات بكون الفلتر تحت وبعضها بكون فوق زي هاي السيارة لهاي السيارة بحتاج بوكس جياس 27 ملي متر ممكن سيارتك تستخدم فلتر تقليدي وبعض الاحيان تقدر تفكه بايدك واذا ما قدرت بدك تستخدم مربط الفلتر لهاي السيارة فيه ثلاث جلد وفلتر ورقي بدل الفلتر والثلاث جلد وضرورة تحط زيت على الجلد قبل التركيب واذا فلتر سيارتك من النوع التقليدي حط زيت على الجلد الخارجية ركب الفلتر وشده لحديث 24 نيوتن ميتر واذا فلترك تقليدي شده بايدك باحكام بس من غير اي ادوات واخر خطوة اللي هي مل المحرك بالزيت الجديد حط القمع على الفتحة وعب المحرك بالزيت الجديد بالمقدار المطلوب لسيارتك هاي السيارة على سبيل المثال بتاخد 5.5 لتر ممكن سيارتك تاخد اقل او اكثر وعلبة الزيت عليها مقياس مدرج بوردي كم صبيت منها بس لازم العلبة تكون مستوية فحطها على الارض لما تقيس سكر غطاء الزيت ونزل السيارة عن الرامس وعشان شغلنا السيارة بدنا نستنى 5 دقائق لحتى ينزل الزيت لتحت حتى تطلع قراءة الزيت صحيحة نقيس مستوى الزيت الجديد واذا كان اقل من المينمم بدك تزيد زيت واذا كان اكثر من الماكسيمم بدك تسحب منه او تفتح السدادة وتفضي منه شوي والافضل يكون ما بين الماكسيمم والمينمم او حسب شو عندك في دليل المستخدم وهذا هو الدليل الشامل لتغيير زيت المحرك وبتمنى بعد هذا الفيديو ان ما يكون عندكم اسئلة واذا كان عندك اي سؤال اكتبه في التعليق وانا برد على الكل اسئلة اللي موجودة في التعليقات وكمان اذا غيرت زيت السيارة لأول مرة بعد ما حضرت هذا الفيديو خبرني كيف عملت في التعليقات لانه كثير بحب اسماع هاي القصص وبتمنى ان هذا الفيديو كان مفيد لكم اذا كان مفيد فعلا اعطيه لايك وعمل سبسكرايب للقناة وبشوفكم في الحلقة الخادمة ان شاء الله